مرحبا بكم في قناة تحفة يوب عطف بفضحهم والرد المباشر على محمد سادس الذي كذب ودع في خطبه الاخير ان قضية صحراء الغربية حسمها داخليا وخارجيا الى الابد ومواجهة اطراف مغربية لهم كله على الجزار محاولا حتى هو في كل مرة دعوة الرئيس عبد المجيد تبون للجلوس في طاولة وحدة للتفاوض حولها ويجد رفضا قطعا اين تجاهل محمد سادس وحتى عمر هلال وبوريطاليوم في الجلسة اي حديث عن حكم المحكمة الاوروبية التي كانت حكمت بفك الاتفاقيات مع المغرب في الصحراء الغربية وايقاف كل الشراكات معلنين التزامهم امتباعا ودعمهم لمبادرة الجزار من اجل ترك الشعب الصحراوي وقرر مصيره ويسغل ارضه دون اي نهب مخزني اوروبي وقد ردع الطافو وكالة الانباء وتم احراج مندوب المغرب عمر هلال وبالخصوص رد رادع وكاشف لمحمد سادس اين جاء الرد كالاتي ان المغرب طالما صدع رؤوسنا وادان النباء طروحات الملف المطوي والمغلق حين يتعلق كل مرة الامر في الصحراء الغربية واشارت الجهادتها الى ان الرباط تزعم وتتوهم انها حققت جميع اهدفها المتعلقة باقناع المجتمع الدولي بقبول والرضوخ لسيادة الامر الواقع بالقبول والرضوخ لسياسة الامر الواقع الاحتلال والاستعمار في الصحراء الغربية وابرزت الوكالة الجزائرية الرسمية ايضا ان محمد سادس وعلى غير عادته خاصة خطابا كاملا لقضية الصحراء الغربية مشيرسا الى انه لم يكن يتطرق سابقا لهذا الملف في مثل هذه المناسبات التي يفضل فيها طرح الملفات الداخلية التي تعني الحياة اليومية للشعب المغربي وخاصة كل خطبه عن القضية الصحراوية لكونه مصدوم ويعلم حجم الخسارة التي موني بها في هذا الملف بعد ان تحدى الجزار كذلك عطاف ردعهم واوقفهم في الامم المتحدة مقفا اي اكاديب ومروغات لعمر هيلال قد الرفض واسرار الجزار على ان تكون طرفا في التفاوض ولن تحقيق للمغرب هذا الهدف مهما حاول محمد سادس واضافت ايضا فالقرارات التي تبنتها محكمة العادة الاوروبية ليست بالحدث العابر الذي سيتم نسيانه او تنسيه بعد ايام او اشهر قليلة انما هو حدث تاريخي سيكون له ما قبله ومن بعده وابرز بدوره هو الاخر انما قبل هذا الحدث التاريخي هو النشو المغربية او بالاحرى النزو المغربية بانها نجحت في طي ملف الصحراء الغربية والدعاءات حشد الدعم الدولي اللازم لتجسيد مأهربها باحتلال اراضي الصحراء الغربية فهو ادرك المغرب الان للحقيقة بهذه الصفحة حقيقة مفادها ان جول المنوراته لم تكن الا زوبعة في فينجان ولم تحقق الا در مض في عيون المغربة الذين انتهى بهم المطاف بفتح عيونهم على الواقع وادرك ان الجزائر لم تخطئ ابدا في حق المغرب واكدت وكالة الجزائر ايضا انها هذا ما يكرس الواقع وان الصحراء ليست في مغربية مثل ما يتم ترويج له نهارا وليلا من قبل المغزن واكدت المحكمة الاوروبية ان الشعب الصحراوي سيبقى سيدا على اراضيه وعلى ما تسخر بهم هذه الاراضي من ترواز طبيعية وان استغلال هذه الترواز سيظل باطلا وغير شرعيا ما لم يتم استشارة الشعب الصحراوي فيه والاعتداد برأي ممثله الوحيد والاوحد البوليزاريو كما هو معلوم تضيف الوكالة التي تبعت فبعد خرجت وزير الخارجية نصر بوريتا الذي حاول ان يهون من شأن هذه القرارات وصفا اياها باللاحدة ومؤكدا ان المغرب غير معني بها ها هو الملك المغربي يخرج على شعبه في خطاب يدق ناقص الخطر وهو يحط المغرب على الحطى والحدار من شار محدق بملف قلية صحراء الغربية ان لم تستحف فعل ما شئت شعار حملة شعبية ضد ابتسام حملوي والاطاحة بها من رئاسة لهلال احمر الجزائري ولن تصدق عن كل افعالها وخرجتها مع المدعوى ايناس عبدالله تعجل بسقوطها هي ايضا معها بداية رئيسة لهلال احمر الجزائري ابتسام حملوي تطل بخرج جديدة تستفز شعب الجزائري للمرة الثانية على التوالي هذه المرة مع المدعوى ايناس عبدالله وضرورة اقالتها في الحمل الشعبي للرئيس سبون وكذا لمحاسبه وتوقف حسب طلبهم بسبب ما فعلتها ففعلتها اصلا سابقة بمهاجمتها لجمعية البركة الجزائرية والدعاؤها ان الجزائر لتدعم البركة التي اصلا تقدم الاغاثة للاشقاء في القطاع بحجة اتهمت وهي اطلقتها حملوي للبركة مست وكادت تمس ايضا بالامن القومي بها حينها عندما دعت ان البركة يسرقون اموال تبرعات الجزائر ويقدمونها لغير المدنيين وهو مكان حرك حتى امريكا للبحث في خلفية تصريحتها والتحقيق اما الان ولانعدام الكفاءة واللمسئولية لديها وثق مرقب والمشاركين في هذه الحملة الاخيرة التي باتت اكتر طلبا لايقالتها من طرف الرئيس سبون والضرب بيد من حديد ضد هؤلاء وحتى توقفها لتحقيق المسألة وكل اجراءات الردعية حسب طلبهم بسبب تعيينها لمشهورة تيك توك كمسؤولة وسفيرة للهلال احمر الجزائري تلك المشهورة اصلا مسبوقة قضائيا في خرجة اشعلت غضبا واسعا واستياء واحتقان غير مسبوق لانها باتت اكتر مسئول مستفز وتركت ابرز المؤثرين كصاحب حملة الجزائر خضراء بإذن الله وتركت اهم الدكاتيرا والنوابغ والكفاءات وذهبت لشطاحة تيك توك مسبوقة قضائيا لتعيينها في هذا المركز الهام جدا دون ادنى مسئولية من ابتسام حملاوي فابتسام حملاوي هي اصلا ابنة النظام السابق وفقادت المراقبين وكانت تدفع عنهم اذ كانت تدعم العهد الخامسة وتهجم الحراك الشعبي عند التلقته وتستفز الشعب وبعد كل هذه السنين عادت لعادتها القديمة وتزرع الإحباط واليأس في المجتمع بترك الكفاءات والنوابغ ومن هم فخر وشرف للجزار مفضلة عليهم مشهورة وشطاحة تيك توك مسبوقة لهذا شدد المنظمون للحملة ليس فقط على إقادتها بل حتى على القبض والمحاسبة واعادوا بقوة نشر اقتباسات كتاب نظام التفاق الذي جاء في الصميم ونشرها على مواقع التواصل ومن بين تلك العبارات جاء فيها الآتي مواقع التواصل الاجتماعي نجحت في ترمي السفين أي تحويلهم إلى الرموز حيث صار بإمكان أي جميلة بلها أو سين فارغ أن يفرضوا أنفسهم على المشاهدين عبر عدة منصات تلفزيونية عامة هي أغلبها منصات هلامية وغير منتجة لا تخرج لنا بأي منتج قيم صالح لتحدي الزمان إن التفهين قد حسموا المعركة لصالحهم في هذه الأيام لقد تغير الزمن زمن الحق والقيم ذلك أن التفهين أمسكوا بكل شيء بكل تفاهتهم وفسدهم فعند غياب القيم والمبادئ الرقية يطفو الفساد المبرمج دوقا وأخلاقا وقيما الهابط وكلما تعمق الإنسان في الإسفاف والابتدال والهبوط كلما زاد جماهيرية وشهرة فهذه الكلمات التي نشرها كانت في الصميم ووقعت على حال المدعوة إنس عبدالي ومعها ابتسام حملاوي أحمد عطاف يدل ويخرص ويلقن وندبال مغرب ومالي درسا في السياسة وهكذا انتصر عليهم ودول ساحل تنتصر للجزار وتهدم المخاطط بموقف تاريخي بعد سلسلة مشدات كلامية حدا في الأمم المتحدة هكذا انتهت بداية وزار الخارجي أحمد عطاف يزلزل للأمم المتحدة تحت أقدام من دبي مالي والمغرب ألدا حاول مؤخرا ضرب علاقات الجزار بكل دول الساحل الإفريقي والآن ضرب قاضية من عطاف لهما جعلتهم يخرصان وينسحبان بهدوء دون التجارة هذه المرة على توجيه اي اتهامات وتطولات للجزار عكس ما كان يفعلنه سبقا قبل أيام أين قام أحمد عطاف بمبغتتهم في توقيت ممتاز وإحرجهما بتنسيق مع دول الساحل الإفريقي وأبرزها لضحت كل اتهامات الباطلة التي قال فيها من دبي مالي والمغرب أن الجزار تتعدى على سيادة دول الساحل الإفريقي وتحاول تخربهم ودرب استقرارهم وكذا نهبهم وغيرها من التهم فخرجت أحمد عطاف الحالية نستقها مع النيجر وبوركينفاسو ونيجيريا والسودان الذين سرعوا للدفاع عن صورة الجزائر